هذا هو وسائل الشيعة هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي من شوراة المكتب الإسلامي طهران إيران صفحة تسعمية وثلاثة وتسعين باب خمسة الرواية الأولى هذه الرواية الأولى رواها شيخنا الكلين في الكافي ورواها الشيخ الطوسي في كتابه التهديد عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوت ماذا أقول حين أتشهد في صلاتي في التشهد الوسطي في التشهد الأخير وفي القنوت قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ولذا لا توجد عندنا صيغة واحدة للتشهد هناك صيغة عديدة وكثيرة هذه الصيغة التي تعارف عليها الشيعة هذه الصيغة وردت في الروايات واختارها الشيخ الطوسي لأنها هي نفس صيغة الشافعي هناك صيغ أخرى عديدة وردت عن الأئمة الشيعة لا تتعامل معها وهذه الرواية تشير إلى حقيقة وهي إننا نستطيع أن نصوغ صيغة تشهد نعكس فيها أحسن ما علمنا نعكس فيها أحسن ما علمنا هناك صيغ موجود هناك صيغ عديدة أتعلمون أن من جملة هذه الصيغ ورد في الروايات التشهد فقط فيه الشهادة الأولى وثانية قطعا هذا للتقية واضح ولكن وردت الروايات من أن الشهادة الأولى وثانية تكفيان في التشهد فقط إضافة الصلوات وردت في روايات أخرى واختارها الطوسي وفاقا للشافعي هناك نصوص أخرى يمكن للمصلي أن يختارها ويمكن للمصلي أن ينشئ صيغة تشهد من خلال روايات وأحاديث أهل البيت ومن خلال أدعيتهم بحيث يعرض فيها أحسن ما يعتقد على سبيل المثال أعطيكم مثالا وليس بالضرورة أن يكون هذا هو المثال الأكمل والأتم ولكن على سبيل المثال قطعا إذا كان المصلي عنده وقت وعنده توجه وأراد أن يذكر في تشهده مثلا تشهدا مختصرا ولكنه يشتمل على أحسن ما علم أو يشتمل على أحسن ما علم من الذين علموه آل محمد فأن يقول المصلي مثلا في تشهده بعد التحميد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه وأشهد أن قائمهم بالحق الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا وجه الله الذي إليه أتوجه وعروته الوثق التي بها أتمسك وحبله المتين وصراطه المستقيم وبابه الذي لا يؤتى إلا منه وسببه المتصل بين الأرض والسماء وسبيله الذي من سلك غيره هلك اللهم صل على محمد وآل محمد هذه صيغة مستقات من نصوص أهل البيت تلخص عقيدتنا في آل محمد لا يشترط أن تكون الصيغة هكذا هذا مثال ضربته لكم تطبيقا لما قاله إمامنا الباقر حين قال قل بأحسن ما علمت قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس أقل قدر من التشهد الواجب أقل قدر من دونه يكون التشهد باطلا ومن دونه تكون الصلاة ليست صحيحة التشهد يجب أن يشتمل على الشهادة الثالثة هذا أقل ما يمكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي أمير المؤمنين هذه الصيغ كلها صحيحة وأشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله حقا حقا كل هذه الصيغ صحيحة لكن يجب أن تضاف إلى التشهد لا بعنوان الاستحباب بعنوان الاستحباب إساءة إلى أمير المؤمنين انتقاص من علي بن أبي طالب لابد من ذكر علي في التشهد استنادا إلى فتوى المرجع الأعلى 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 الذي ليس له نظير جعفر بن محمد فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الفتوى التي أعتمد عليها هي هذه فتوى جعفر جعفر الجعاثر إنه ابن محمد ماذا تريدون أن تقولوا ابن محمد الباقر هو ابن محمد الباقر ابن محمد المصطفى هو ابن محمد المصطفى الخيار إليكم فهذا قانون يضعه الباقر بين عيدينا قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقة محدد لهلك الناس لو كان موقة محددا على الشيعة الظروف تختلف إذن التشهد مساحة مفتوحة للمصلي أن يقول فيها بحسب الزمان بحسب المكان بحسب أحكام التقية أن يقول فيها بأحسن ما علم وبأحسن ما علم من فقه محمد وآل محمد أقل ما يمكن في التشهد أن يذكر علي من دون ذكر علي صلاتك لا قيمة لها من دون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير إذا إذا صليت فابسق على صلاتك وَالْقِ بِهَا في المزبلة لعل هذا يكون سببا لرحمتك من قبل إمام زمانك فالصلاة فالصلاة من دون علي لا معنى لها لا قيمة لها فالتشهد هناك صيغ وقرأت بعضا منها ويمكنكم أن تراجعوا كتب الحديث وتختاروا صيغة من هذه الصيغ وكذاك الأمر مع القنوت هناك أدعية وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل الأدعية في القنوت بنحو عام الدعاء لإمام زماننا الصلاة على محمد وآل محمد الدعاء بتعجيل الفرج الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم إذن بشكل مختصر إذا أردت أن تختصر القنوت اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم قنوت جامع صليت على محمد وآل محمد ودعوت بتعجيل الفرج ولعنت أعدائهم وهذا هو القنوت الجامع فأفضل الأدعية الدعاء بتعجيل الفرج لأن الإمام أمرنا بذلك الإمام أمرنا وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج أمر صريح وأفضل مواطن الدعاء القنوت في الصلاة من أفضل مواطن الدعاء القنوت في الصلاة وأفضل أنواع الأدعية الدعاء بتعجيل الفرج الصلاة على محمد وآل محمد اللعن على أعدائهم اللعن على أعداء محمد وآل محمد العنوان الأول العنوان الأول اللعن على أعداء فاطمة اللهم العن ظالم فاطمة وآل فاطمة اللهم العن قاتل فاطمة وآل فاطمة هذا العنوان الأول من اللعن واللعن مهم في منظومة الصلاة الصلاة من دون لعن ناقصة قبيحة قبيحة جدا الصلاة من دون لعن قبيحة قبيحة إلى أبعد الحدود دعوني آتيكم بأمثلة أمثلة سريعة ولكن قبل أن أذهب إلى أمثلة كي أسرع في الحديث لابد من الإشارة إلى التسليم التسليم حاله حال التشهد وأفضل صيغه أن نسلم على النبي وعلى أهل بيته أما هذه الصيغة الموجودة هذه صيغة قريبة من الذوق الشافعي هذه الصيغة المعروفة لا أدري مراجعنا لماذا دائما يختارون أقرب المضامين إلى الذوق الشافعي من الأشياء الواضحة في حديث أهل البيت هو استحباب ذكر أسمائهم قد يكون هذا في القنوت أن نذكر أسمائهم فقط أن نذكر أسمائهم مرة أصلي عليهم مرة أخرى أذكر أسمائهم وألعن أعداءهم مرة أخرى أقسم بهم على الله وأخرى فقط أذكر أسمائهم فذكر أسمائهم هو من أفضل الأذكار حين نذكر أسمائهم فنقول محمد 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 علي علي فاطمة فاطمة وهكذا ذكرهم هذا هو أشرف الأذكار كل هذه المضامين موجودة في أحادث أهل البيت لماذا لم يعلمنا مراجعنا على ذلك لا أدري أهل البيت هكذا يريدون منا هذا كله في حديثهم سلوا العلماء والمراجع لماذا لم يعلمونا والأغرب من هذا الآن الكثير من هذه العمائم وحتى الكبيرة حين يسمعون هذا الكلام سينكرونه لأنهم لم يطلعوا على أحاديث أهل البيت ما عندهم ثقافة شافعية فكر شافعي منطق شافعي ما عندهم هو هذا ألا ترون يا أشياع علي إذا كنتم أشياع علي أنكم ترددون دائما إن الشوافع يشبهوننا مضحوك عليكم نحن نشبه الشوافع مضحوك عليكم نحن نشبه الشوافع وليس الشوافع يشبهوننا لو كان الشوافع يشبهوننا لأخذوا هذه الروايات وعملوا بها لماذا نحن ذهبنا وعملنا بماهم يعملون نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم دعوني أقرأ عليكم صيغة تشهد وتسليم من كتابي الفقه الرضوي فقل في تشهدك التشهد مع التسليم وهناك صيغة أخرى هذه الصيغة على سبيل المثال بسم الله وبالله والحمد لله أنا أقرأ من الفقه الرضوي تحقيق مؤسسة آل البيت صفحة 108 109 فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله ما طاب وزكى وطهر ونمى وخلص فلله وما خبث فلغير الله أشهد أنك نعم الرب وأن محمد نعم الرسول وأن علي نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين بعد ذلك يأتي السلام على إمام الزمان في زمن الإمام الرضا على الإمام الرضا وفي زماننا هذا على إمامنا الحج اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأراضين وأهل طاعتك أكتعين أكتعين يعني أجمعين واخصص محمدا صلى الله عليه وآله بأفضل الصلاة والتسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه الصيغة وردت عن إمامنا الرضا والصيغ أخرى عديدة ولكن كما بيّن إمامنا الباقر في قانون التشهد قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت حتى هي هذه الصيغ هذه الصيغ ذكرت فيها الملائكة والأنبياء بينما الذوق الأعلى لمحمد وآل محمد التركيز يكون فقط عليهم لا على غيرهم هذه الصيغ ذكرت فيها العقائد العامة من الجنة والنار والبعث وأمثال ذلك والملائكة ذكروا والأنبياء بينما التركيز لا بد أن يكون كما في الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل لماذا؟ لأننا لم نؤمر بالالتزام بنص معين هناك نصوص عديدة والإمام الباقر وضع لنا صيغة وقانون في التشهد قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت فأحسن ما علمت على الأقل بالنسبة لهذا العبد الماسوني كما يصفني من هم في المؤسسة الدينية لأنني أركز كثيراً على ذكر علي صرت ماسونياً لهذا السبب الذي أعلمه على الأقل التزاماً بقول الإمام الباقر قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت الذي أعلمه على الأقل كما قال علي والرواية في كتاب الإختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه علي يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن أنا المحيي أنا المميت هو الأول والآخر ليس يدري بكنه ذاتك ماه ليس يدري يا أمير المؤمنين ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا ابن عم النبي إلا الله ليس يدري ليس يدري ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث كل الأصلاحات في الفلسفة في الكلام في التصوف في العرفان في المنطق في كل مكان ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه قلت للقائلين قلت للقائلين أنك الله أفيق 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 فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي علي هو هذا هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم جهلتم معناه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه ليس يدري يا أمير ليس يدري ليس يدري بكن هذات كما هو نذهب إلى فاصل فكمال التسليم في آخر الصلاة التسليم على رسول الله وعلى أهل بيته الأطهار العنوان الأوضح إمام زماننا سواء ذكرنا ذلك بالإسم أو بالعبارة التي وردت في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا هنا نسلم على إمام زماننا صيغة التسليم على أهل البيت وردت في عبائر مختلفة ويمكننا أن نسلم عليهم بما نختاره من زياراتهم أو بما نوجزه من خلال ما علمناه من نصوص أحاديثهم على سبيل المثال وإنني لا أشرع هنا أعطيكم مثالا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسني والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا صاحب الأمر والزمان ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعني بالتسليمة الأخيرة نعني إمام زماننا الحجة بن الحسن أتعلمون بحسب روايات أهل البيت من أفضل التعقيبات من أفضل التعقيبات صحيح تسبيح الزهراء تعقيب من أفضل التعقيبات الدعاء بتعجيل الفرج تعقيب من أفضل التعقيبات الصلاة على محمد وآل محمد من أفضل التعقيبات اللعن على أعدائهم من أفضل التعقيبات وقد يكون واجبا قد يكون واجبا لابد من اللعن من لعن أعدائهم وقد يكون واجبا قد يكون هذا الأمر بعض كلمات الأئمة تشعر بذلك ولكن من أفضل أنواع التعقيبات هو أن نذكر أسماء الأئمة أن نذكر أسماء محمد وآل محمد إذن هل يوجد في الصلاة في مقدماتها وفي ملحقاتها وفي أولها وفي وسطها وفي آخرها هل يوجد شيء لا علاقة له بمحمد وآل محمد لماذا إذن صلاتنا لا علاقة لا بمحمد وآل محمد هل لا سألتم أنفسكم